ما قال حول المؤشر العالمي للمنافسة المستديمة and this mondial the competitivity durable OGSCE بالانجليزية Global Sustainable Competentness Index وش يقول على الجزائر؟ هذا يشوف البلاد إذا كانت عندها تنافسية اقتصادية وش يقول على الجزائر؟ يقول أن الجزائر من أصل 189 بلد تأتي الجزائر في الرقم 142 142 أي أن اللي جوا بعد الجزائر هما دول صغيرة جدا أو جزر أو بلدان إفريقية وأحيانا أسيوية أو في الكرايب بلدان تعبانة جدا لا يمكن مقارنتها بما لدى الجزائر من إمكانيات في الحقيقة في كل المؤشرات العالمية سواء الاقتصادية أو الثقافية أو الحريات أو السياسية تأتي الجزائر في أدنى وفي القائمة دائما الأخيرة دائما في المجموعة الأخيرة وأحيانا تكون مع الآخر ثنين أو ثلاث دول مع ذلك يطلع تبون ويطلع بن عبد الرحمن ويطلع بعض الوزراء أو ما يسمى بالوزراء باش ينفخ بأن الجزائر وصلت وفعلت كله كذب يعني هذا الكلام لما كان يقال في ستينات سبعينات حتى الثمانينات أو حتى تسعينات الناس كانوا ممكن ما كانش تعرف كان لا أنترنت لا فضائيات لهم يحزنون فالناس كانوا يصدقوا لأغلبية ما كانش تصدق لم نكنوا صدق عندما كانوا يتحدثون عن الجزائر في ذلك الوقت حتى في الثمانين بالرغم أن الجزائر الثمانينات بعيدة كثير على الجزائر العصابة التاليوم بعيدة كثير مقارنة بما هو الحال وهذه ليس فقط استقراء أو معايشة إنما أيضا نسمحها من الناس لرمجوا هذه الأيام ونلتقيهم أحيانا أو تكون لي معهم محادثة أو أو ضاع تنهار يوميا وكثيرين اللي هما في سني أو أقل شوي أو أكثر شوي يقول لك إيه واش تحسب جزائر الثمانينات مع الآن لم تكن جزائر يومها تعتبر متقدمة أو لكن كان فيها حد أدنى يعني في قضية النظافة في قضية الاحترام في قضية الشوارع في قضية كان حد أدنى يعني الأمور تنهار العاصمة في حد ذاتها تعتبر من أسوأ العواصم اللي العيش فيها يعني من بين أسوأ أربع عواصم أعتقد الإيكونوميس كان دارها قبل شهرين أو من بين أسوأ أربع عواصم في العالم اللي العيش فيها من أصل 160 عاصمة قاموا بها أو 150 تعتبر جزائر تحسب مع داكا في بنغلاديش ومع ليغوس في نيجيريا إلى آخره لم تكن جزائر كذلك ترجمة نانسي قنقر